يجوز ان احنا نروي الحديث بالمعنى لين يقرواه يعني ما عدا الحديث اللي هو كلمة ونص أو سطر أو مما جرى ما جرى المثل يعني موضوع طويل قوي فلا يجوز نقله بالمعنى اللي حقا قل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى ما يقدرش يبوز الدنيا احنا بقى بوزنا الدين والدنيا بالتصرف ده حقول لحضراتكم امثلته في الحياة الغلط طول عمره ومسيكوا الورقة والقلم ابوس ايديكم وكل واحد يشوف هو خرج من بوقه ايه حيلاقيه تصرف عمره مناء الكلمة مظبوطة ادي معنى التصرف التصرف الغلط اللي خلى حياتنا غلط انا عامل له فايل وامثل اكترى جدا مثلا مثلا تخيل بقى واحد بيقول لمراته ان شاء الله في شهر خمسة اركزوا معايا ابوس ايديكم ان شاء الله في شهر خمسة لو 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 صرفولي اللي كانوا بيخصمولي ياربي انا احصل ده وانا والله اعمل كده بس مش لعمراتي ولا ولادي ولا بتاع بس اجيب عجلة واكلها للغلبة يعني دي تكاتب بحاجة جميلة او خلاص لو جمعة الازهر صرفتلي والمحكمة حاكمت باني اخد اللي اتخصم مني انا اجيب بيه عجلة مثلا افرض ان حتى واحد غلبان سمعني وانا بقولي الكلام ده على الهوى ويجي في شهر خمسة بقولي فين العجلة يا دكتور والله لا يقدر ما تكونش الجمعة صرفت حاجة في شهر خمسة او ما اقول له ايه ما انا قلت في شهر خمسة لو جمعة الازهر صرفتلي اللي خصموا مني هو يقول ايه بقى لا انت قلت في شهر خمسة هتتبح انا مقولش كده هو عمل ايه اتصرف في اللي انا قلته اللي انا قلته في شهر خمسة لما الجمعة تصرف لي ابقى اتبح واكلك هو شهر الحكاة دي واحد بقى اقول لمراته شهر خمسة لما اقبضي الجمعية هاجبلك جلبية بمية واربعين جنيه ونص جي شهر خمسة الجلبية يا حلو طبعا يا ريتها بمية واربعين واريتها جلبية يعني ما تكونش حاجة كبيرة ها انت قلت انا قلت لما اقبضي الجمعية لا اتقولت شهر خمسة ايوة شهر خمسة لما اقبضي الجمعية انا ما اقبضش الجمعية الراجل اللي مها سرقه ومشي هاجر عوضنا على الله ماليش دعوة ماليش دعوة ده الحوار اللي هو ايه السنائي بصوا بقى الحياة الغلط كل حياتنا غلط بالطريقة دي لان احنا محققناش كلامنا غير محقق كلامنا يغضب ربنا زودنا ونقصنا وحرفنا هي بقى لما تحكي الكلام ده بقى مش هقول لك لحد تاني لباباها لاخوها قال لي في شهر خمسة هيجيبلي يقول المرأة طبعا محضرت دموع عالجيف مجابليش وقابل كده قال لي حاجبلك مجابليش وقابل كده قال لي حاجبلك وجاب لأمه كل الكلام اللي تقال ده حصل فيه تصرف زي المرأة دي المرأة برضو كان رايح يجيب لها قابل أمه أحرجتهم انت واقف يا واد حاجبلي مين حاجبلي كمام بجد بجد روح إلهي ربنا يكرمك وكايت محتاجة جاب لها ولا أقدر على روحي اللي حتطلع روحي أقدر عليها رجع وحكالها حكالها اللي حصل والله يا مديحة والله يا غدا والله يا رجبية والله يا شوقية والله يا شفيعة أي حاجة والله يا مونة والله يا درية ماما قابلتني وبيني وبينك احنا بقى لتطرف تشوف أصليم في حقها والمعاش بقى بقى ما تصرفش والحياة غالية والسولر مش موجود والعيش بقى حاجة صعبة والدنيا كلها مش عارف هيئة دعي المصر أحرجتهم جبت لها حبيب تقول تقدر عليك إن شاء الله الشهر الجاية جيبلك هي بقى عشان وحشة قالت أولا يهمك ده أنا اللي عندي ده بقلت ليش ليه وانا كنت اديتك اللي غويشة بحالها شو حبيبتي وامراتي ويا حلوتي وهي من جواها نار مولعة لما حصل شوفه كده لما حصل أي حاجة كده قالت جاب لي ماما ما جاب ليش ما قالتش إن يوم ما جاب لي ماما كان رايح يجيب لي وماما فجأة كانت على باب المحل أحرج بقوله حصل قال أقسم بالله ما حصل في حاجة اسمها لو ومشانة اللي قلتها هي اللي قالتها لو أنا اطلقت تتجوزني عليش قال لها أنا طول كلام فارغ فيه لو راحت فحصل تصرف في الكلام فبقى خطبني وأنا على زمة راجل اخت عليك هافر بكلب ده عنده دين وبالذات إنه حافظ الفتحة وقلو الله أحد اتشالت له بقى خطب النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قاعد والدنيا كلها حواليه وكتكوتة صغيرة ثلاث سنين كيتماشي قال لو كبرت وانا عايش هتجوزها كبرت وبقت عروسة بس هو كان مات من 11 سنة فيها لو اتشال لو أنا أقدر أقول في الحديث خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا طفلة هي الخطوبة فيها لو ده فيها الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وآله فإن فلان الفلاني يخطب إليكم فلان الفلانية الحسيبة النسيبة فهل تزوجونه وهم يقولوا فلان الفلانية الحسيبة النسيبة يشرفنا ويشرف الدنيا بحلها إن شاء الله بعد شهرين ثلاثة أو كده لكن لا اخبط كلام مكتزق وبغيد اسم التصرف ده غلط ده غلط لازم يبقى عندنا أمانة في التصرف لما نجي نتصرف في الكلام ما ندخلش عليه بخبص النفس بشهوة النفس في تشويه الصور صور اجزوج الأجنابي الجار الدنيا الحاكم الحكومة المعارضة الدنيا كلها مشى كده كل واحد تدريت ده بقول في كلمة نقصة غيرت المعنى في كلمة نقصة غيرت المعنى في بيت دخلاه وحدة في واحد واحد واحدة واحدة دخل عندي فلان لو كان عندنا دين دخل عنده ولا نقول دخلها عندهم الإجابة اللي ترضي ربنا انها دخلها عندهم امتى اقول دخلها عنده لو ما كانش في البيت ده غيره هو بس لوحده فهي تبقى دخلها عنده ولو بقى الدين اتطور وكان قوي اشوف اي حاجة غير الفحشة تستلف منه تقتله حتى يا راجل مع ان القتل اكبر فوحش انما هي دخل عنده عشان هتدخل بنت تخرج حامل خلاص هو كده لبست في الدماغة كده من الذي قدراني انه حصور لا يأتي النساء كيحيى ابن زكريا عليه السلام من الذي قدراني ومن الذي قدراني انها دخل الغير علي ابن ابي طالب ما تكلمش ليه في تحسيرة ابن هشام مع الروض الانف الاسوايلي هيلائق قصة على الشمال انه لاحظ ان امرأة مسلمة بيأتي عندها رجل كل مساء وبيدخل وليس معها رجل رح واخد بعض راح في المدينة السلام عليكم قالت عليكم السلام انا علي سيدنا رضي الله عنه وارضاه فلان رأيت رجلا يأتيك اشاهده منذ ليال بعد الغروب على علمي ليس معك يا رجل فقالت او قد عرفت ما نشارتش بقى الخبر وقالت للجارة بيجيني ربنا يديه الصحة هو بقول انا شايف بعيني ويقوله خلاص ما دون انت عرفت اقولك الحقيقة لكن لو معرفتش انت سادتك اقولك ليه ما احنا عندنا تطور هيودنا النار اقولك من تلقاء نفسي افضح روحي وافضح الدنيا انا اقول كده اقول ايه انت عرفت اليك البيان بقى عشان اصلح لك اللي انت عرفته وتواصلوا بالصبر بالحق وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالحق هو ده الحق الحق اللي انتواصل بيه انك عرفت اصلح لك الغلط عشان يبقى صح اصلح لك الباطل عشان يبقى حق وانت عرفت ده فلان من بني فلان مسلم زي وزيك وعارف اني ممعيش راجل بيكسر اصنام قومه خشب قوموا عاملين الها خشب بيكسرها من وراهم ويجيب لي الخشب عشان انا ست ضعيفة متجاز سولر معدر ومكتوب علينا سوق السودة والخراب اللي احنا فيه ربنا يصلح حنا ويدينا السيولة ويباركلنا ببترولنا قبل ما نجد من بره ومن هنا ومن هنا ونعيد صياغة اللي بيننا وبين الشركات الاجنبية وحاجات تانية كتير قوي السولر بتاحها الخشب متجاز الخشب الراجل بيجيبه لي علي قولي ايه بقى شكر الله له كان من ثلاث دقايق من جواه ممكن خط يقول الله يلعنه مجرم جاي لمجرمة الراجل جاي بخشبتين بيخبيهم في هدومه او شهلهم كأنهم معايل ميت وبيخبط عليها خدي تفتح له الباب عشان ما حد تششوفه يقف دقيقتين يأكل يتجدجل بلو شوية ما يشرب مش لازم ان هم يدخلوا والحمد والله لكان عندهم كهربة ولا حشوف فيلم ولا حسمعوا اغنية مثلا مش الحقيقة وسيدنا علي بقى مالهاش يا سلام اشمعنا انتي المنهج الغلط حياتنا كلها غلط حياتنا ما فيهاش ويسلمه تسليمة حياتنا ما فيهاش إبراء زمة ولا تبريئة زمة الغير ولا اليقين بان احنا نضاف ابدا احنا اللي بنعرف نحب ولا عمرنا حنعرف نحب الا اذا عرفنا الحياة الصح اللي عرفنا يعنيه عب واحد يحبك يضربك يديك واجزة يشوه سمعتك يشوه صورتك يقرفك يبقى عارف انك انت مبتحبش كذا يعمل الخلاف حبك ده ايه ده مريض وانت طبعا برضو مريض كلنا مرضى وماله ما نتهاود يا اخي ما نتعالج يا اخي ما نتوب لربنا ونستغفره التصرف ده مش موضوع رفاهية ده موضوع قتل ده موضوع قتل اقامة الشهادة امر من ربنا واقيموا الشهادة مش قال اشهاده اقيموا ان يأتوا بالشهادة على وجهها ايه هو وجهها ادهو لك عملي مصعب ابن الزبير اللي هو اخو عبدالله ابن الزبير اللي هو اندا فتى عرفته العرب شباب و جمال وانا قلت لحضراتكم مرة انه كلم ما يعد في الشارع الناس في بيوتها كده اوتوماتيك يقولوا ايه باقعوا مسك او مصعب شوفوا للشهرة يعني ماشي مريحة الله باقع مسك يا مصعب معروف ان مصعب زي اي مسلم بيحب الريحة الحلوة ريحته برفناته جميلة فالمعدة ده مدومنا شمينا في بيوت مريحة حلوة يبقى يا باقع برفنات يا مصعب ابن الزبير ابن العوام ورحم الله مصعب ابن عمير المقرق القارق كان شايل عشرين الف دينار امانة عنده واحد اسمه عبدالرحمن كان راجل امين جدا عبدالرحمن ومرايح مسافر وحيرجع ياخوتهم فشيلي عبدالرحمن ومش اول مرة يحط عنده عبدالرحمن عبدالرحمن بعد فترة بدور على العشرين الف مرقهمش يا نهاريس وخ وما المصعب لما يرجع يقول لي الامانة فين اكو اقول له ايه كالتها ولا ضعت مني ولا بيت في جارية عنده قال لا انت اللي حرميه انت اللي سرقت العشرين الف انت له ابدا قال لا لا سرقتيهم مين حيسرهم انا ولا مراتي ولا اولادي انت قالت له ما سرقتهمش راح رابطها ومس الكرباك ورنها علقة لغاية لما قيت انا اللي سرقتهم عشان يخف الضرب عنها وراح خارج الشارع تعالوا شهادوا على الجارية انها سرقت فلوس مصعب العشرين الف دخلوا الرجالة سرقت ودي طبعا زرقة ودي مثل ورمة ومسلا حتة ممكن من الجلبية متقطعة اصار ضرب عليها انا عليكم هيدخل هيدخل يا شيخ محمد يدخل شيخ محمد اسمه قليه قليه سرقت الشيخ محمد يا الله وراح رفع امرها للامير واجب الشيخ محمد والشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد الواحد والشيخ عبد الفتاح كلهم دخلوا على الأمير نعم سمعتها تقول سرقت اللي بعده عفتاح محمد الحاج عبده يدخل الحاج عبده نعم سمعتها تقول سرقت وما عليكم عليكم السلام حاج عبده اللي بعده الحاج عبر ربه اللي جاي من العمرة يدخل غاية لما جيه سيدنا ومولانا محمد بن القاسم عترة محمد شاب اها محمد قول شهادتك السمعتها تقول سرقت وعليها أثر الضرب امير المدينة الرجع كل الشهود ورجع الشهود هل وجدت عليها أثر الضرب وهي تقول سرقت نعم وما ما قلتش ليه ما قلتش ليه واللي بعده كان عليها أثر الضرب نعم طب ما قلتش ليه فقال الأمير والله لو لا شهادة محمد لأخستها بها ولا أقمت عليها الحد لكن شهادة ابن محمد برأتها بكلمة وعليها أثر الضرب انتوا عارفين لو احنا رجعنا حياتنا كلها هللاقي نفسينا نسينا مليون وعليها أثر الضرب قال لي وهو عيان قال لي وهو تعبان قال لي وهو مزنوق قال لي وأنا اللي اتحكت عليه قال لي وأنا اللي شجعته ما بنقولش كده احنا عايزين نبرأ أنفسنا هو ده المجرم هو ده اللي خطبني وأنا على زمة راجل هو ده اللي قال لي ما عرفش إيه ماقولش وأنا اللي قلتله ابتعد عن كذا ويعمل كذا وخلي الحلال أحسن وحسن الوعظة إيه لسه قلت حاجة عمي طب أخو إهمال وهو تسرب برضو موضوع ممتد لأني لسه حنيجي على حاجات تانية أنا مضطر طبعا غصب عني وعن الدنيا زي الأجل لما ييجي ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل